والآن أدعو معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمير العامل جمع الدول العربية لإلقاء كلمته فليتفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السيدات والسادة أبدأ كلمتي بتقديم جزيل الشكر والإمتنان إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وإليكم صاحب السمو الملكي ومن خلالكم إلى شعب المملكة العربية السعودية الكريم على ما أحطنا به من رعاية وحسن وفادة منذ وصولنا إلى هذه الأرض المباركة وأن أهنئكم على توليكم رئاسة القمة في دورتها الثانية والثلاثين وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعبنا إن المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد الفترات خطورة في التاريخ المعاصر وأراه زمن استقطاب وتنافس هائل بين القوى الكبرى على حساب القوى الأصغر أو المنفردة ولذلك فليس أمام الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية العظيبة سوى أن تستمسك بالمصالح العربية معياراً أساسياً للمواقف الدولية وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها وبالعمل الجماعي سبيلاً أكيداً لتعزيز الكتلة العربية في مواجهة ضغوط الاستقطاب إن أزمات منطقتنا العربية لم تجد للحل طريقاً بعد عقد وأكثر من المعاناة والدماء والألام فملايين العرب ما زالوا لاجئين ونازحين واليوم أضيف إلى أحزان هذه الأمة حزن جديد في السودان يدفع المدنيون ثمناً ضخماً للمواجهة المسلحة التي فرضها البعض على هذا البلد العزيز أنا لتلك المواجهات أن تتوقف وأن تلتزم الأطراف بمبدأ الحوار صوناً لدماء الشعب وحفاظاً على السودان ومقدراته ووحدته الطرابية وسلامة مؤسساته الوطنية إنني أدعو لأن تكون قمة جدة على متبدء لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان ويصحح أخطاء ارتكبت في الماضي وتوخى المصلحة العليا للدولة السودانية وليس المصالح الضيقة لفئات أو أشخاص الحقيقة سيادة الرئيس أننا نسعى لإيقاف نزيف الدم والخسائر في كافة ميادين الاحتراب الأهلي حيث لا منتصر ولا مهزوم والأزمات العربية تشهد الآن حالة من التجميد مقارنة بأوضاع أشد اشتعالاً شهدناها في السابق خلال الأقد الماضي وهي فرصة يتعين اغتنامها من أجل تفعيل حلول عربية لتلك الأزمات العربية ففي سوريا وأرحب هنا بالرئيس بشار الأسد بعد أن عادت سوريا إلى مقعدها في هذا المجلس الموقر ثمت فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة التي تعاني منها البلاد لما يربو على العقد سواء في أسبابها وأصولها التي يظل الحل السياسي السبيل الوحيد لتسوياتها أو في تبعاتها التي تجاوزت حدود الوطن السوري ويحدون الأمل في أن يكون للعرب إسهامهم في إيجاد الحلول الناجعة للأوجاع السورية العديدة السيد الرئيس لقد عانت المنطقة العربية زمناً ولا تزال من التدخلات الإقليمية في شؤونها ولم تنتج هذه التدخلات سوى حصاد من التمزق والفرقة والدم واليوم ثمت إشارات على أن نهج الجيران يمكن أن يتغير أنني أرحب مجدداً بالاتفاق الذي يقع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس الماضي فالعلاقات مع الجيران كافة يجب أن تتأسس دوماً على أساس من احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إنها مبادئ أساسية في مفاق الأمم المتحدة وهي مبادئ تتمسك بها دولنا الوطنية ولا تفرط فيها وتبقى فلسطين الغالية همّاً لا يحمله أهلها وحدهم لقد أدت الممارسات الرعناء لحكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى تصعيد مروع في منسوب العنف والقتل في الشهور الأخيرة إنني أحيي سمود الفلسطينيين في كل مكان في الأرض المحتلة وأقول أن السياسات والممارسات الاستفزازية لتلك الحكومة الممعنة في التطرف والكراهية لابد أن تواجههم بتصد حازم من مجتمع الدولي عوضاً عما نشهده من صبن مريب ومشين سيد الرئيس تمت حركة وحيوية في العمل العربي واتجاه واضح لإعادة امتلاك القضايا وتفعيل الأدوار وأن يتحول العرب إلى فاعلين وليس مفعولاً بهم وأظن أن هذه القمة في جدة قمة التجديد والتغيير تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة العرب لقضايا وملفات تركت للآخرين زمناً فتعقدت مساراتها وتشبكت خيوتها إننا اليوم على عتبة طريق صعب للإنخراط الفاعل مع الأزمات والسعي لتسويتها وعلينا أن نسير فيه بكل العزم والجهد حفاظاً على أمن الأمة وشعوبها وصوناً لحاضرها ومستقبلها أتمنى لأعمال هذه القمة كل النجاح والطفيق شكراً سيادة الرئيس أشكر معالي السيد أحمد أبو الغير على كلمته